صدق الكنيسة الإسرائيلي على تعيين رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وزيراً للأمن بشكل دائم إضافة لتوليه وزارة الخارجية وكان نتنياهو قد تسلم حقيبة الأمن بشكل مؤقت عقب استقالة وزير الأمن السابق أفكدور لبرمن الذي انسحب من الحكومة احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ومن المتوقع أن يعين نتنياهو أحد وزراء حزبه أليكود في منصب وزير الخارجية قريباً بينما أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن المرشح لهذا المنصب هو وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس